السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة طالبات الصف الثاني الاعدادي نبدأ معكم ان شاء الله حلقة جديدة في تكملة منهج الوحدة التانية ان شاء الله كنا اخدنا درجة الصوت لو فاكرين هنبدأ النهاردة بشدة ايه الصوت نبدأ رقم اتنين شدة الصوت شدة الصوت ليه تعريفين نركز اوه في الكلمة اللي بقولها دي كده شدة الصوت له تعريفان ايهما استخدم بقينا واضح شدة الصوت العادية اللي قلناها بالتفصيل وعملنا هيكل تعريفي للتلات خواص لها درجة الصوت وشدة الصوت ونوع الصوت شدة الصوت هنقول الخاصية التي تميز بها الخاصية التي تميز قلناها قبل كده بها الازن الاصوات من حيث كونها من حيث كونها قوية او ضعيفة لو فاكرين الخريطة اللي كنا عملناها في التعريف قوية او ضعيفة ده التعريف العادي يعني لو جيها قال لي ما المقصود بشدة الصوت اقول له دي طب التانية هقول له شدة الصوت عند نقطة شدة الصوت عند نقطة شدة الصوت عند نقطة مهم جدا 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 نعرف نعرفها ازاي ان انا لو انا في الفصل او في محضرة او في مكان وبوجه سؤال لطالب او طالبة وعليها عشرين درجة السؤال نفسه ازا الطالب او الطالبة هتكون ايه مركزة مركزة جدا عن ايه او مركز عن اكتر من الطالبة التانية لان السؤال ده عليها عشرين درجة يعني لازم اركز اوي طيب مقدار نفكر كده مع بعض الطاقة الصوتية ودي بتبقى بالوقت ركزوا كده عشان هنجيب واحدة كاس الوقت مقدار الطاقة الصوتية الساقطة عموديا على وحدة المساحات عند هزي النقطة عند هزي النقطة نركز تاني كده مع بعض مقدار الطاقة الصوتية الساقطة عموديا على وحدة المساحات وحدة المساحات بالمتر تربية يبقى الوقت وحدة القياس وقت على ايه متر تربية بتاع مين؟ شدة الصوت. الجزئية دي مهمة جدا. ونفهمها كده تاني مع بعض. مقدار الطاقة الصوتية ده الماوس ودي ايه? الازن. في ماوس فم ودي ايه ازن. ركزوا كده عشان الكلام ده مهم. ها? الصوت طلع من هنا. عارفين الموجات طبعتها ايه? ميكانيكية طولية. لان في بعض الناس قالهم ان انا ما نوهتش على ايه? طبيعة الصوت. طبيعة الصوت طبعا خدناها في الوحدة الاونية. موجات ميكانيكية ايه? طولية. يبقى ده الماوس اهو. ها? ودي الاير. الازن. وده الماوس. الفم والازن. مقدار الطاقة الصوتية الصوتية الصادرة ها? او الصاقط عموديا على وحدة ايه المساحات? طيب بيجي لي يقول لكده ما العوامل المؤسرة على شدة الصوت. بسرعة كده عشان نعمل عامل عامل كده ونوضحه علشان الفيديو نحاول ايه نختصر بقدر الامكان عشان ايه نقدر نخلص باية الايه المنهج? ونقدر نرفع لكم حلقة بحلقة او ايه نستفيد في الفترة اللي احنا فيها دي الوقت. وزي ما عدتكم نشير القناة ها? ونعمل لايك ونضغط على الجرس ونعرف زمائلنا وننشرها في المدارس كلها وفي جميع المجموعات اللي عندكم لان كل واحد ليه جروب كده. فيه جروبات كتيرة تانية ايدا دي جروبات الايدا دي انا وساها كلها على بعضها اولى وتانية وتالتة نحاول نتواصل مع زمائلنا ونعمل لايك عشان يوصل لنا كل جديد عشان نحاول نخلص لكم منها كده بسرعة قبل السنوات التانية اللي موجودة معايا على قناتي مصطفى رجاب خبير العلوم. العوام نؤثر على شدة الصوت رقم واحد المسافة المسافة بين مصدر الصوت والازن. ركزوا كده ما هي دي علاقة? علاقة ما بين ايه? الرسمة اللي نرسم. ماوس اند اير ماوس اند اير. خلاص يبقى فيها علاقة ما بين الصوت والازن اه. فيه قانون اسمه قانون التربيع العكسي. قانون التربيع ايه? العكس. ايه هو قانون التربيع العكسي? بنقول تزداد شدة الصوت كلما قلت المسافة بين مصدر الصوت والايه? والازن. طبعا ديت علاقة ايه? علاقة عكسية. علاقة ايه? عكسية. مهمة جدا. يبقى دي اول علاقة يعني كلما كان الفم معه الصوت اللي طلع منه الصوت. كلما كان قريب عن الازن. ها? قريب خلاص اهو. انا ازا ايه? زادت شدة الصوت. اي حاجة كده بس نفهم. طيب الفم اهو والازن اهي. طبعا من هنا هنا تقل شدة ايه? تقل شدة الصوت. طيب رقم اتنين ساعة الاهتزازة. ساعة الاهتزازة. فاكرين الواحدة الاولى ايه هي ساعة الاهتزازة? اقصى ازاحة? يصنعها الجسم المهتز? ها? اهو. بصوا كده لو استك او خيط. هم? اي حاجة بتاع مناشر الهدوم اللي في البلوكون. معليش? بحركها? بتتحرك بتطلع للفوق والتنزل اللي تحت. يا دي ساعة الاهتزازة. هل ساعة الاهتزازة ده الصوت اللي طلع عنها? طلع اللي زي الصوت لا يتزازة هنا? او الصوت هنا? لا طبع. اهو. يبقى تاني دي ساعة اهتزازة ودي ساعة اهتزاز. ايهما? ايهما? ها? اقوى في شدة الصوت كلما زادت ساعة الاهتزاز. يبقى ساعة الاهتزازة هنا علاقة ايه? طردية. يعني ايه علاقة تردية تانية ادادي? عشان نبقى شطرين ان شاء الله في تلتة ادادي وفي قولة سنوي لغاية تلتة سنة. ايه علاقة تردية? العلاقة التردية دي معروفة انه كلما زاد طرف زادت طرف الاخ. كلما زادت ساعة الاهتزازة زادت شدة الصوت. كلما قلت ساعة الاهتزازة يبقى ان انا رسمها دي اسمها ساعة ايه? ايه اهتزاز? اقصى ازاحة لجزيئات الوسط الاعلى. يبقى خيط ها? وبشده في البلكونة. استك من بتاع الفلوس ها? بشد كده بتحرك بعمل صوت بعمل زن. خلاص? يبقى دي رقم ايه? اتنين. رقم تلاتة كسافة الوسط. يعني ايه كسافة الوسط? كلما زاد او زادت كلما زادت كسافة الوسط كسافة الوسط زادت شدة الصوت. طبعا عاملين لنا تجربة في الكتاب نفتح الكتاب. الكتاب بصراحة مش معايا. نفتح الكتاب على العوامل المغسرة على شدة الصوت. هنلاقي متخلخلة الصوت. متخلخلة الصوت. يعني ايه متخلخلة الصوت? ناقص. ها? محطوط كده. وفي جزء بنفرغ منه الهو. زي ايه? حاجة بتشفط الهوى كده بتسحب الهوى لتحت. خلاص? يبقى ده ناقص زجاج. نركز كده في كلمتين دول بسرعة. ناقص ايه? زجاج. بنحط جوه ايه? هنا هوت. معلاش ممكن ايه? جرس. كهرابي احسن من المنبه. لان في بعض الناس قالهم ممكن حجارة المنبه تكون ضعيف. لأ عايزين جرس كده اهو. وما يكون محطوط بالسلك هنا. ومفتاح الكهرابي هنا. الجرس ده قبل ما نسحب الهوى بنسيبه. بنسمع صوت. يبقى فيه جرس هنا اهو. بنسمع ايه? صوت. طيب اما اسحب الهوى. انعدم الصوت. طيب ادخل هنا. يبقى الوقت هنا تاني بسرعة. احط الجرس الكهرابي. يعني ده جرس كهرابي اللي جوه ده. جرس كهرابي. والمفتاح بتاعه بره قدامي اهو. ها? كمة راية صغيرة كده. ها? يبقى ده المفتاح. المتخلخلة هي مفتوحة مسحبتش منها هوى. بضغط على المفتاح. ها? الجرس الكهرابي بسمع صوته. وانا بضغط على المفتاح. طيب. بدأت تسحب هوا. الصوت بدأ يعني عدم. بدأت تدخل ثاني اكسيد الكربون لان كسافته اكبر من كسافة الايه الهواء. هتقول لي ما هو مكونات الهواء اه بس كسافته اكبر من كسافة الايه الهواء. وده اخدناها في تحضيرات سنة ستة ابتدائي في العلوم. طبعا هنا لما بدخل ثاني اكسيد الكربون في متخلخلة الهواء بيزداد شدة ايه? الايه? الصوت بتاعت الايه? الجرس الكهرابي. يبقى هناك. علاقة طردية. علاقة ايه? طردية. مع مين? كلما زادت كسافة الوسط زادت شدة ايه? الصوت. نيجي لرقم اربع. ملامسة مصدر الصوت. ملامسة مصدر الصوت. لجسم رنان. يعني ايه المعلومة دي ما احنا لازم نفهم ما نحفظشه خلاص. ملامسة مصدر الصوت لجسم الرنان يعني ايه? احنا بخبطها على الدسك او الترابيز. بسمع الصوت. ملامسة مصدر الصوت لجسم الرنان معناها ايه? الشوكر الرنان احنا عارفينها لما شفناش في المدرسة. معروف الشكل بتاعها وعندنا في الكتاب شكلها. بخبطها كلمة طرق يعني ايه? بخبطها على ايه? على الدسك اللي انا قعد عليه او على ترابيز. ها? الصوت بسمعه زنة كده مقربة للودن. وزلك الشوكر الرنانة داية تناخدها من احد استخداماتها. طبيب الانف والازن والحنجرة بيستخدمها. بعمل اختبار بسيط كده لاي حد بيكشفها الازن عنده. بيعملها على الترابيزة بحطها جنب الايه? الازن. والله لو سمعنا الصوت طبيعي يبقى مبدئيا الازن ايه سليمة. ملامسة مصدر الصوت لجسم الرنان. لما اترك الشوكر رنانة اسمعها جنب ودني باسمع زنة. لما اتركها مرة تانية بنفس القوة وحطها على ديسك او ترابيزة باسمع الصوت ضخمة. اذا تزداد شدة الصوت عند ملامسة مصدر الصوت لجسم رنان نحطه في صورة علم. لماذا? زيادة مساحة السطح المعرض للاهتزازة. يعني تجربة صغيرة احسن من دي كمان. خلى حد يخبط على ترابيزة وانا حطت ودني عليها. اسمع الخبط بقوة. غير اللي حطت دماغه بعيد عن الترابيزة. يبادية ملامسة مصدر الصوت ليه? جسم الرنان. لزيادة مساحة السطح المعرض للايه? الالتزازة. اخر حاجة رقم خمسة النهاردة في حصة النهاردة. اللي هو اتجاه الرياح. اتجاه الرياح كان زمان عملنا حالة خاصة. يعني مش حطينا مضمن العوامل. ولكن السنة دي والسنة اللي قبلها بقالهم سنتين تلاتة. حطين اتجاه الرياح كعمل من العوامل. فطبعا نلتزم بالنص على اساس ايه? ما ننقص درجات. لان فيه يعني نمازج اجابة. ولو كتب اربعة بس. ما كتبش اتجاه الرياح ممكن تنقص درجة او تنقص درجة. اتجاه الرياح طبعا معلومة تزداد شدة الصوت. شي طبيعي في اتجاه الرياح. في اتجاه الرياح. ها? وتقل او تنعدم شدة الصوت. في عكس اتجاه الرياح. والكلام ده بنقرفه. في الصيف ان شاء الله من شغل المروحة. اتكلم في اتجاه المروحة اسمع صوتي ضخم شوي. في عكس اتجاه المروحة بحس ان صوتي ايه? مسحوب. يعني ايه مسحوب? يعني بيقل شدة بتاعته. خلينا في اتجاه الرياح اي رياح من اللي موجودة الايام دي. لانه بنده الواحد في نفس اتجاه الرياح بلاقي صوتي بعلى. لو في العكس غيرت بس وشي. ها? وانده صوتي مش هسمعه اساسا. هحس ان صوتي مسحوب مش ايه? موجود او مش بالضبط. ده كان اخر حاجة النهاردة. في حالة النهاردة. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا. مصطفى رجب خبير القلوم. نعرف زمائلنا. عشان كلنا يوصل لنا هذه الحلقات. ونستفيد منها فعليا. وان شاء الله زي ما عدتكم. نبدأ نزود شوية التانية اعدادي. عشان كانت مركونا. او يعني كنت مهتم بقلسانة وشوية. قبل ما ابدأ قلسانة وتاني. باذن الله. هبدأ خلصلكو الصوت. وابدأ لكو الضوء ان شاء الله مباشرة. وهخلصلكو الواحدة الاولى والتانية. على ما نشوف الواحدة التالتة. هتت تتعمل ولا. والواحدة التالتة بالمناسبة شارح الظهرة. شارح الجهاز التناسولي في الزكر. والجهاز التناسولي في الانسة. والحاجات دي كلها مشروحة بالتفصيل على قناتي مصطفى رجب خبير العلوم. نحاول برضو ونشوفها ونشوف تركيب الظهرة. ونتابع الناس اللي سابقانا في الصوت والضوء. وبدأوا فيه التقاصر. نبدأ نبص على الظهرة وتركيبها والشرح فيها. وانواع الايه التلقيح. وكل حاجة عنها. والجهاز التناسولي بالتفصيل. شرح طبي وليس علمي. يعني طبي ايه? يعني مفيش قلة ادب. يعني ما انظرش. لان في بعض الطلبة يفكروا ان دي اجهزة فيها قلة ادب. لا. وفي انفسكم افلها تبصرون. شرح. ما شاء الله كويس. الجهاز التناسول في الزكر والجهاز التناسول في الانسة. وبعدين علم ينفع ما يضرش. وفي انفسكم افلها تبصرون. ما ناخدش الموضع كده بالمنظر. لا مش هتفرج عليها. لا مش هاخد الدرس ده. لا كزا. يا رب يتلغى. ده كلام انتو اللي هتخسرهم. لان دي معلومات مفيدة. تعرفوا كل حاجة عنكم. وفي جسمكم زي ما خدنا الجهاز الهضمي. خدنا الجهاز التنفسي. خدنا الجهاز الدوري. خدنا الجهاز البولي كمان في سنة خمسة. طبعا الاجهزة دي كلها مفيد. وتستفيدوا منها. عشان تعرفهم. عشان اللي عاوز يدخل كل الطب. ان شاء الله هيدخل. ينوى بس خير ان شاء الله. وهيوصل زي ما هو عاوز. مستر المصطفى رجب. يحييكم مدينة الدمية الجديدة. والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.